قبل ما ابتدي بقى فقراتنا العادية إذا كان هناك من يستحق الشكر فأنا بشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي على أشياء كثيرة جدا جدا قد أكون أعلم بعضها منها اللي الكل يعلمه أن الحالة الاقتصادية خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا كانت وحتى الآن في العالم كله هي حالة اقتصادية صعبة جدا ومع ذلك عندنا مجلس إدارة برئاسة نجم أسطوري كبير كابتن محمود الخطيب بيقدر يدبر كل حاجة عشان خطر حاجة واحدة بس عشان خطر جمهور النادي الأهلي مش عشان خطر حد تاني حقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا عشان تبقوا عارفين أو كل جمهور النادي الأهلي بقى عارف هذا الأمر ألعاب الصلاة كل الألعاب الصلاة تقريبا يعني ما بتجيبش مدخول كبير للنادي الأهلي قد تكون أو يعني أقل ما يوصف عليه إنه هو مدخول قليل جدا 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 ولكن بيصرف على الألعاب الأخرى غير كرة القدم مصاريف كبيرة جدا 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 ليه؟ لأن عندك مجلس إدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب ما بيعملش حاجة غير أنه هو عايز يسعد جمهوره إيه النواقس وموجودة فين؟ وبروح أشوفها وبعملها النواقس دي هتكلفني؟ تكلفني أعمل كده؟ أعمل كده عشان خطر إيه؟ جمهور النادي الأهلي فقط لغير جمهور النادي الأهلي فقط لغير مش عشان حاجة تانية الناس دي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود ما بتفرقش معهم انتخابات ما بتفرقش معهم أي حاجة خالص غير اسم كيان النادي الأهلي حضراتكم عارفيني كابتن محمود يعني في أي وقت في أي مكان في أي حتة ينزل الدنيا بتعدي عادي جدا يعني أنا مش عايز أتكلم في هذه الأمور ولكن فيش حاجة بتفرق معاه غير حاجة كل ما تيجي تتكلم مع كابتن خطيب أو أي حد المجلس إدارة النادي الأهلي يقولك شيء واحد فقط جمهور النادي الأهلي يبقى مبسوط وخلاص ما عنديش أي مشكلة تانية عشان كده شكر كبير جدا 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 لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود على هذه الإنجازات الكبيرة في هذا الموسم أصريت النهاردة على الرغم من كان فيه معوقات كثيرة جدا وحاجات كثيرة جدا النهاردة لكن أنا حبيت أن أنا يكون معايا النهاردة في الفقرة الأولى كابتن خالد العودي هتكلم معاه عن كل ألعاب الصلاة أو كل الألعاب الأخرى وحنتكلم بمنتهى الصراحة مع حضراتكم ليه؟ علشان الحمد لله والشكر لله عندنا إنجازات كبيرة جدا وكثيرة جدا ولكن القادم دائما حيكون أصعب القادم دائما حيكون أصعب علشان كده إن شاء الله بعد قليل إحنا يعني في انتظار وصول كابتن خالد العودي أول إما هيوصل هنطلع معاه أو هيكون موجود وضفنا النهاردة علشان نتكلم معاه في كل حاجة ما تنسوش العودي في قناة الأهلي أي سؤال حضراتكم عايزين تسألوه وأنا حسأل كل الأسئلة على قد ما أقدر طبعا حسأل كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزينها لكابتن خالد العودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر